البععاتي وما أدراك ما البععاتي يعني كلما الناس تنسى المتمرد الكبير المتمردين يعملوا لهم فيلم سيء الإخراج والتمثيل والمنتاج ويظهر البععاتي بفيديوهات قديمة إنه ما زال حي لكن غباء الماليشة لحدود له انتوا عارفين وحدة التغصي والرصد والمتابعة في برنامجكم كوباية الشاي قامت بالتحري عن الفيديو المزعومة اللي ظهر فيه البععاتي أبطارية وخرج فريغ التغصي بالحقائق التالية وسط الخرطوم منطقة عمليات الكهرباء قاطعة فيها من اليوم الأول الحاجة الثانية لفتت شركة تاركل موجودة في تقاطع شريعة جمهورية مع الجامعة ظهرت مع الفيديو سليمة مع العلم إنه المنطقة دارت فيها معارك شرسة جدا وادت لحرق محيطة الوكالة وكل المباني المحيطة الشوارع ظهرت في الفيديو نظيفة وما في أي أثار لمعارك أو اشتباكات الأمر اللي بيرجع تاريخ الفيديو دا ليوم 15 أبريل ظهر في الفيديو حرص حميتي المجغوم عبدالله إيمي واللي انجغم من سبعة شهور بعد دا كله يجيك دا عامي أو تغزم راسه مربع يقول لك الفيديو دا حقيقي انتو يا ناس رسينكم دي مافي والله انتو بتفكروا كيف الزول دا كان حي يجي عديل ويقف في الميدان زي ما مشى قابل جماعة تغزم وحمدوك مافي داعي لمسرحيات هزيلة وواهية انتو دايرين تغشوا الشعب السوداني والله كيف غايتو يا داعا ما انتهت الإغامة لا زكاة صناعي بحلكم ولا واغع افتراضي وزولكم كان حي أو ميت ما فارقة بل بس وبالدابو الكوان